وحناخد البصل في الزبدة هتشوفوا ازاي هتديها لون على طول حلو لانه الزبدة خدت لون حلو كمان تحميرة حلوة من هنحتاج نزود شوي من البيكن من التركي بس البيكن البقري لو موجود بتلاقوه دايما في البقالات اللي في السوبر ماركت ولولو بيكن بقري في لحم مدخن برضو بارد ممكن تعالوا ناخد التوم التوم هقطعوا كده شرائح ناخد فصين التوم الزبدة والتوم مع البطاطس دايما بيطلع طعمها حلو فمنقطع التوم شرائح رفيع وبحطه بعد ما البصل يقلل شوية حرارة الطاصة عشان ما يتحرقش التوم مجرد ندبل البصلة نحط التوم نزيله تقليبة ودلوقتي عندي مرأة وعندي جبن أي جبن مبشورة في البيت عندي زبادي يوناني وعندي كريمة والبطاطس حبتدي الأول لاحظة هحط البطاطس زي ما هي لأنها مستوية ومسلوقة الشربة دي مش هنحتاج نتقلها بأي دقيقة أو نشل إن البطاطس نشوية قراتي نديها تقليبة هتخلص معنا حالا وإحنا شغالين كنترول بيقولولي خمس دقايق تيجي نخلص الشربة دي بخمس دقايق كل حاجة مستوية الهاند بلندر جنبنا مجرد مندي البطاطس لفة كده مع التوم والبصل وبعدين مناخد المية المغلية وعايز أقول لكم تب عن سلق البطاطس وسلق الخضار الجزرية ما ينفعش إنه نسلقها بمية مغلية عددا بقول لكم تعالوا نحط مية مغلية لتلق اللحمة وللرز بتسرع الخضروات الجزرية أي حاجة بتنموا تحت الأرض لازم تبتدي السلق في المية درجة حرارة الغرفة وإلا بتدينا شدة مش حلوة خالص لها مش هتدينا تطلع مهروسة دايما البطاطس بتدوها بمية عادية ملحة نفية أو مية معدنية المهم ما تبقاش سخنة بس دلوقتي إحنا مسلوقة خلص هنا هحط عليها مكعبين من المرأة لشان كده مش حديث ملحة دلوقتي وهحط عليها شوية أجبان كان عندي بردو جبنا برمجان موجودة أهي شوية هنحط فلفل أسود الملح هنسيبه للأخر نشوف هنحتاج ولا لأ رشة فلفل أسود فرش كده وحنحط كريمة تقريبا حطينا كباية كريمة و علبة زبادي يوناني أو نص كباية هخلط الخليط ده كله مع بعض نهرس البطاطس بوا الكريمة الكريمة ولو فضلت شونكس لأنه منسلناش للحاجة تبرد عشان نضربها في الحلة على طول زي ما انتم شايفين بتأكد بس مافيش قطع كبيرة قوي ولو تقيلة حنخفها بالمية ومزبط الماء خلص كفاية كده وندوق بقى نضبط الملح وحنحط لها شوية بصل أخضر حيدوها فريشنس رهيب بسم الله بس أنا حاسة أنه أكيد عايزة ملح حايزة زرة بسيطة تخيلوا مش عارفة ليه مزبوط ملحها هي حطينا مكعبين مرأة ولا مكعب آه الأجبان اللي ضفناها وحطينا مكعبين وأجبان فحتاجت بس الزرة ملح هنحط دلوقتي البصل الأخضر وخلصنا الشربة ايه رأيكم الشربة السريعة دي بسيطة جدا جدا وتتقدم على طول عشان ما تتقلش جاهزين فيه أسرع من كده عندنا الطبق ده بنعمل طبق فوعمطوط تلوقتي كمان بسم الله الرحمن الرحيم ولا ضفنا أي حاجة عشان تاخد القوامل حلو ده هي مجرد البطاطس شربة مليانة حديد شربة شهية جدا جدا لأنه التوم والبطاطس والزبدة من الحاجات اللي بتليق مع بعض مش محتاجة كلام فتخيلوا إن كهات دي جاي بطبق سخني كده في الشتاء شوية فلفل أسود شربة 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 شرب